مرحبا بكم أعزائنا المستمعين أولى مستمعات مرة أخرى في بودكاست جديد من عند خوكم The one and the only المسير القادر والمستقدر صفوا البيجي اي كاي تجالي فيه اليوم كما نتحدث عن موضوع أجماعة التويتش يعرفون هذا الموضوع لا نتصور أن الأغلبية سمعوا بها الحكاية على كل حال كما نتحدث عن أمور فلوس أمور ميديات شيء مركز عليها مؤخرا في حياتي و الحقيقة لا يوجد حتى برنامج لا يوجد حتى سكريبت كيف نبدأ نتحدث عن هذا الموضوع ولكن يلا يلا ليس مشكلة أفوغ نكتشف عن ما يجب أن نتحدث عنه لذلك دعونا نتحدث لكم أنا بصفة عامة على منظوري كيف كان منظوري خاصة بالنسبة لل بلوتوب بالنسبة للفلوس وكيف كان المنظور بدأت تبدل مع مرور الوقت لذلك أنا أذكر روحي من الصغراء في وقت الذي دائما نخمم في المستقبل ونخمم كيف نعيش لحياتي ونصور على أنسان بطبيعة حالة يحب يحب أن يكون لديه الدار يحب 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 بطبيعة حالة يحب 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 كل أحد يحب وأنا كي كنت صغير كان ليس في بالي وأن الوسيلة والطريق لكي يصل إلى هذا هي الخدمة بطبيعة حالة التي تكون شهرية لذلك لذلك كنت أخبر مثلا نقول إذا كان يبدأ لدي شهرية مثلا ثلاثة مليون وأنا نصر في مليون نص لذلك نخبر مليون نصر كل شهر مليون نصر على العام حتى يأتي خمسة ألف وثلاثة ألف وثلاثة ألف وثلاثة ألف وثلاثة ألف ألف بعد خمسة ألف عام نجل نشي ردار ونجل نشي كرهبة وثلاثة ألف وثلاثة ألف بعد حقيقة بدأت نكبر بدأت نشعر بدأت نشعر هذه الحكاية وكذبة وبراموم عندها أين توصل خاطر أحسب رأيانا أفهم ثلاثة أنواع ستيل 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 كما يقولون ماذا يعني أحسب رأيانا النوع الأول أو ستيل الأول الذي تدخل به هو أن تخلص على الوقت أفهم معناتها بالضبط كما أغلبية الناس تمشي تبوينتي تخدم ثمانية سوية تخلص الصلاة ويدك في الزب وربي سمعنا على بعضنا الخير التخلص في هذه الحكاية هو بالنسبة للناس الزبابر الذين يحبون برشاة في خدماتهم نفترض أن الزوز يعمل في نفس الشركة ويعمل في نفس البوست في نفس النبو نفترض أن أحد منهم هو أحسن في العالم والآخر هو أخ في العالم لا يهم النبو لأن الزوز يأخذ على الوقت يأخذ الزوز يأخذ الزوز يأخذ ثلاثين ألف ساعة أو هنا مهارات قدرات أنت لم يكن لديهم حتى دخل في فلوس وهذا شيء خائب كيف حدثتك بالنسبة للناس الذين كانوا أحسن بالنسبة للناس الزبابر إذا كانت أنه لم يكن لديك مهارات بالنسبة لك بالعكس أو المثال الثاني بالنسبة بالنسبة أخذ أخذ الثاني بالنسبة بالنسبة أنك تخلص على المجهود وهذا هو المثال بالنسبة هنا إذا كانت أنه يوتيوب أو إذا كانت فلاح أو لديك شركة أو إذا كانت أنت لا لديك مشروع أو تخلص بالنسبة هنا مهم أهم أنه يكون لديك مهارات ومهارات 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 مهارات ومهارات ومهارات أو تخلص أقل على خلال ومهارات لا يوجد مستوى ويسمح لكي يأتي بإمكانك ويستخدم ويدخل إلى هنا إذا كانت إنسان لديك ومهارات وإنسان يستخدم من المستحسن أن تخلص بهذه الطريقة كما تحل الشركة أو كما تعمل بالكوميسيون والنوع الثالث حسب الرئيانة هو أنك إنسان لتنيك لتنيك لا تعمل أي شيء وتخلص كيف تفعز هذه مثلا تشاري دار وتكريها كيف تأخذ الفلوس يجب أن تبقى على قائل الحياة من هنا الرأس الشهر كانت توصل من هنا لأخر تخلص تأخذ الحق لدار أو ما هو وذلك بصفة عامة دعونا نقول يمشي برشة في استثمار أنك يجب أن يكون لديك رأس المال تستثمر في مشروع كما قلنا يجب أن يكون دار يجب أن تكريها كدكسي يجب أن تستثمر في البورسة يجب أن يكون في الكريبتو المهم عندك رأس المال تضع رأس المال في الاستثمار وتضع سياق وتفرج في المال تكبر وحدها 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 تنجم 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 تسافر أمورك لا تستطيع أن توقف عليها وحدها أسمع الحكاية التي نتحدث بصفة عامة بطبيعة حالات خاصة وحالات شاذة ولكن لا تستطيع أن تكسر في سبوب لن نتحدث بصفة عامة أمورك 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 هم ثلاثة أنواع التي تنجم عن طريقهم الدخل في حياتك أمورك هو النوع الذي يساعدك بطبيعة يعتمد على شخصية كما قلنا إذا كانت إنسان كسول وإنسان فاشل في العمل وإنسان الأخير ماذا بك تكون مصمار في حيات ماذا بك الأستيل الأول على خاطر قاعد تخلص على وقتك لن تخلص على الأفورم الذي ليس موجود ولكن إذا كانت إنسان كومبتيتيف وإنسان عندك طموح وتحب توصل وعندك أحلام وتحققهم فهنا يساعدك برشا أن تختار الأستيل الثاني خاطر وقتك تخلص على الأفورم وعلى المجهود وعلى المجهود وعلى المجهود وقتها أنا كنت أخذر لقد قلت بي أبارة ليس مجهود ليس مجهود ليس مجهود ساعة أول ساعة أول سأحب أن نفسر لكم وعلى المجهود الفكرة هو أن أن تجعل مجهود ليس حتى في البنك أن تجعلهم في سيفة كاش يعني أن تجعلهم في سيفة فلوس ما يعني؟ تنجم كما نقول إذا كان لاحظت هذه الحكاية في تونس أسوام الكراهب غلاو في آخر ثلاثة أربع سنين أو يدها في الزبي ما هو المهم لأسوام الكراهب غلاو لذا إذا كان يكونوا عندك مثلا ثلاثين مليون إذا كان تجيدك ثلاثين مليون قبل أربع سنين لا تجعلهم شيئا تجعلهم في البنك وإلا تشاري بهم كراهبة الأمثال أن تشاري بهم كراهبة أفضل على خاطر طو تجمع كراهبة أغلى بعشر خمسة عشرين خمسة عشرين بالمئة والمسوم إذا كان كنت شاريت كراهبة بعشر ملايين وبعتها بعد أربع سنين أغلى بخمسة عشرين بالمئة حبيبي أربعت زوز ملايين وخمسة عشر لأن عشر ملايين تجعلهم في البنكة بحيث بحيث إنسان فيكم شايف تصوير الدور على الفيسبوك فيها منو بتاع ريستورون ما نعرش عام 1970 أو 1980 أو اللي هو وين كان براموس كفتاجي بثلاثمائة فرنك وين كانت كعبة جزوز بخمسة عشر فرنك وين كانت تدري وكلنا نسمعوا كل أساطير وهم ليس أساطير كل قصص متى كيفية كان بلفين فرنك يعبي القفة في المرشي والجوى ذاك الكل ماذا؟ يشبيه لا يوجد شيء هذا يشبيه كالفين لا يمكن أن تصرفها وتضعها في ذاكتك لماذا ألفين لا تعبي لك القفة خاطر الانفلاسيون خاطر التضخم المالي على خاطر الفلوس القيمة تنقص مع مرور الوقت القدرة الشرائية تنقص مثلا كان جدك في الوقت هذكا اللي يعبي فيه القفة بالفين كان فلنقص أخذها ألفين مثلا أخذها وضعها وخبائها وإنهم أخذها ألفين أو أخذها أما القدرة الشرائية التي تحتاجها 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 من أجلها تحتاجها سحن كافتاجي كان يسوى 450 فرنك وكذلك سحن كافتاجي أم لا يسوى 2500 فرنك أخذها النجم وأن الدينار قيمة تقسمت على 8 تفهمتني ماذا؟ أخذك؟ أنا ستنوزر أخذها ما يحدث ليس شيء لا أعلم إذا كانوا نتبعوا في الاقتصاد مؤخرا وصورتوا بعد فاجعة وفائحة أو جائحة الكورونا أمريكا مثلا الدولارات الذين يسركوا في الدنيا أكثر من 20 أكثر من 25% منهم تطبعوا على مناول وكي تطبعوا برشا فلوس ما معناها؟ القدرة الشرائية تعمل الفلوس تمشي وتطيح هكذا على خاطر مثلا إذا كان أنا أبيع في خبزة بعشر ألاف وتأتيك أنت الدولة تعطيك مليون لا أعلم كيف يبيع لك عشر ألاف الخبزة وكيف يبيع لك وكيف يبيع لك وكيف يبيع لك أو لديك أكثر لا أعلم أني نجعل الخبز وقت 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 أنت الخبزة لديها قيمة هكذا إذا كان الخبزة قيمتها 10 ألاف وتأتي الدولة تطبع 10 ألاف لذلك لن تزيد قيمة الخبزة 10 ألاف أو تزيد سوم خبزة 10 ألاف لكي تقوم بحافظة على القيمة لذلك كانت خبزة تبيع ب10 ألاف والحكومة 10 ألاف لذلك لا تحتاج لكي تبيع به وهذا هو الخطر على القيمة هذا هو الانفلاسيون ينقص لك من القدرة الشرائية بتاع الفلوس فأنا بدأت نخام قلت ما هي الوسائل التي نجم نحمي بهم من الانفلاسيون كيف نجم نجم تحافظ على قيمتها أو القيمة تزيد هنا من أهم الحاجات التي تنجم تعملهم أما تعمل مشروع وإلا المشروع هذه المشروع التي تنجم تعملهم تعمل تعمل ساعة ساعة سنة سأخبر البنوك ما هي مشكلتي مع البنوك البنوك رأيي في الناس ماذا يفعل البنوك دعنا نفهم كيف فكرة بنك نفرض أن نحن في قرية قرية رقبة قررت أن نحل به المشروع الخاصة بخبيته دعنا نقول الله أعلم ما هي لأنها فضة قررت أن نحل البنك الذي يمكن أن كذلك أن نخبض الناس ودي يأتي مثلا أن يقول هذا كيلو ذهب لكي يأتي عندك نأخذين عليه كيلو ذهب يخلصني منعي خمسة جرام ذهب والذي هو كل عام لنجعله المالي عندي وأنا أعطيه رسوء الرسوء هذا مكتوب في الذي أنت مولير رسو هذا يسال زبي كيلو ذهب وقت اللي يأتي مولير رسو هذا يدخل يعتب بسيق المين البنكة ويمد لي الرسوء يقول يسال زبي هذا الرسوء يثبت لأنني نسال كيلو ذهب أنا أقوله على الرأس والعين نخرج كيلو ذهب ونأخذ الرسوء يذهب على الرسوء وهذه هي الفكرة كيف بدأوا البنوك بعد ذلك يسيدي كي أنا عملت هذه الفازة جدت الناس الكل وبدأوا يحبون بعد مدة عام عمي أشبه حتى أحد لا أعلم أن أعلم الناس في ذهب نخرج إلى الخارج ماذا أعلم؟ في عوض مثلا بشي شي حاجة تسوى كيلو ذهب في عوض ما يمشي للبنكة ويقعد كركر في كيلو ذهب معاه؟ ما يعمل؟ يمدك الرسوء هذا كيلو ذهب يمده للسيد الأخر يقوله لا أعلم أن هذه الورقة تثبت أن أنت لديك الحق في كيلو ذهب وهي شيء أكثر 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 تستعمل في الرسويات على خلال الرسويات لديها قيمة ما هي قيمة الرسويات؟ قيمة أن تنجم في كل وقت تدخل البنكة وتمدر الرسويات وتأخذ ذهب قيمة هي ذهب أكثر 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 لا يستعمل في البنكة لا يستعمل ما نعمل؟ نأتي يا سيدي إلى القرية يقولون يا شباب أرى ماذا أحب أن تسلّف ذهب؟ ماذا أحب أن تسلّف ذهب؟ قلت نعم ما أن تسلّف ذهب؟ دعني نحل المشروع يأتي و يتسلّفوا من ذهب أكثر أكثر يجب أن يصحح معي ورقة أكثر 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 دعني نفترض أن يوجد فيها ثلاثة من الناس هناك أنا ثم 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 يأتي سمير يأتي سمير يأتي ثم يأتي يأتي ثم نعطيه الرسو كيلو ذهب نعم أكثر 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 يأتي مذابية نزلّف سميرا كيلو ذهب ما تفعل به؟ سمير سمير من الأشخاص أن تبيع في الكرهب السمير تشرح كرهب من رأس بعد سمير كراهبة نزلية كيلو ذهب كذلك كيلو ذهب الذي سلّفت في سميرا ذلك كنت كإن سميرا لديك ترجمة و أعطت كيلو ذهب الذي أصلته ذهب السمير يأتي تأتي سمير مرة أخرى يضع كيلو ذهب ما نعطيه أنا؟ بالطبع أن نعطيه الرسول ما هو المشكلة يا شباب؟ المشكلة أن الكيلو الذهب الذي سلفت أنا لساميرا هو ليس متاعي، هو متاع سامير لذلك سامير الكيلو الذهب الذي يأخذ من عند ساميرا حتى يبيعها الكربة هو في الأصل كيلو الذهب متاعه الذي يضعه هنا لذلك ما هي المشكلة؟ ثم كيلو الذهب كهو قاعد يدور مقابلات عن ذلك كيلو الذهب وأيضا إن Hill موقع المشكلة؟ والرسيو الثاني كيلو ذهب الثاني الذي أخذه من عند ساميرا وضعه عندي ما هو الحشوة طويقة؟ أين المشكلة تحدث؟ المشكلة تحدث عندما يأتي سامير ويأتي لزوز رسيوات ولكن يقولك ICD أين يضب رمز كيلو ذهب؟ لا يوجد كيلو ذهب لا يوجد كيلو ذهب وهذه هي المشكلة الكبيرة التي سببت برشة أزمات اقتصادية في الإيكوناميك أن الناس لا تسلفة أكثر من المال موجودة في الواقع وقت الناس تأتي وقتها تطالب لتعاود تجبد الفلوس المتاعها البنكة تقول أنه لا يوجد الفلوس تسلفتها وكيف يحدث في عاما يحدث كل المشكلة ماذا؟ كيف فهمت السيستام البنكة كيف يعمل السيستام تسلفتها هذه هي المشكلة البنكة وقتها التي تضع الفلوس المتاعك فيها ماذا يوجد بالك معنى؟ أنه لديهم بيت كبير فيها برشة سندق صغار وصندوق هناك الفلوس التي أعطونا عليه لكي نضع الفلوس المتاعه هنا لكي نتكلم عليهم بالمفتاح ولا يقوموا ونمسوهم لكي يأتي طالب الفلوس المتاعه لا تضع الفلوس المتاعك في البنكة البنكة لكي تفيد تدور فيهم لكي تسلفهم السمير لكي تسلفهم مرز لكي تشاري بهم دار و تبيع عباجة لكي تستثمرهم في البورثة ليس لكي تسفيد في البنكة ليس لكي تسفيد لكي تستعمل الفلوس التي تضعهم لكي تردرهم لكي تسفيدهم إذا كان لديك مليار تنجم تخبيه في البنكة والبنكة تعطيك انتريس على فلوسك بحكم أنهم يستعملون في فلوسك لكي يدخلوا فلوسك وليس يعطيك برسنتاج من المربيح مثلاً فرضاً إذا كان البنكة تعطيك في انتريس متى عشرين بالمئة على فلوسك معناها أنت تضع مئة مليون في البنكة كل عام البنكة تعطيك عشرين مليون انتريس لا تنجم تعيش في هذه الفازة لا تنجم تخبيه مئة مليون تضعهم في البنكة لكي تعطيك ما اسمه انتريس لكي هي عشرين بالمئة والتي في الحالة هي عشرين مليون وكل عام تنجم تخبيه عشرين مليون هذا كلام ضبور ولكن شباب اطقوا حيبة الكبرى هنا وأن انتريس لكي تعطيك حسب رأيك انتريس وصدق زبي لا يوجد عشرين بالمئة تحلم كاني عشرين بالمئة نعطيك نظرة هنا نظرة على المانيا ماذا لديهم البرسونتاج هذا يا سيدي نعطيك في المانيا البرسونتاج يوصل لكي واحد بالمئة يا الزبي واحد بالمئة واحد بالمئة في حالات في حالات معناه كل يقولك اوكي لازم اراهي الفلوس تقعد عنا مينموم خمسة سنين لكي تبدأت تجبد ودرا شنوة وحاجات معناه ظروف خلينا نقوله شروط تعجيزية اما صدقني اغلبية البرسونتاج واغلبية الانتريس التي تأخذها مرامة قوحي بيت قوحي بيت هاو صفر فاصل واحد بالمئة هاو صفر فاصل خمستاش بالمئة هاو صفر فاصل خمسة وثلاثين بالمئة اللي هو به طويكة المشكلة لا يزي الانفلاسيون عالية خلنا نطلب اللي هي تونيجيا انفليشن نعم نطلب على الانفلاسيون تونس به جوجليتها طويكة لا نعرف صحيحة ولكن دعنا نقوله صحيحة كما يقوله ونصور يمكن البرسونتاج انطوما في تونس ونصور عندكم فكرة ان البرسونتاج معقولين ولا يا سيدي بن سيدي قالك في تونس مانع عام نبدأ من 2011 نبدأ من 2011 2011 انفلاسيون 3.24 عام بعد 4.6 5.3 4.6 3.6 5.3 زبوا 7.3 عام 2018 6.7 5.8 5.2 1.2 عام 2021 كما انت انفلاسيون تصل مثلا اموين 5% معناها القدرة الشرائية كل عام قاعد تطيح بنسبة 5% ذكرتوه الكفتاجي كيف كان 350 او 3500 هذا هو الذي يحدث انفلاسيون في تونس كل عام قاعد تخسر من القيمة و الانتريس الذي تعطيه في البنكة 0.1% من قاعد يغطي على انفلاسيون معناها اذا كان كانت البنكة تعطيك انفلاسيون لا يقوم بخسر في قيمتها وفي نفس الوقت لا يقوم بخسر في قيمتها معناها انت تحافظ على قيمتها اما المشكلة انفلاسيون اقوى من الانتريس لذلك حتى تخليك في البنكة وحتى انفلاسيون في كل 0.1% سوف تخسر في قيمتها واضح نتصور الى الان والذي يغيظ اكثر يرى اذا كان انا انا كفؤيد اسمعني عندي شركة متع استثمار الشركة هذه الفلوس التي تعطيهم انا نضمن لك والفلوس تقوم ب 110% العام كل عام نضمن لك انقوم بعمل 10% تعطيني مليون يقوم بعمل 10 ملايين يقوم بمدر ومدر 100 ملايين يقوم بعمل 110 ملايين بلوتوب انت انت كيف تتعب تربح كيف تريد كيف تقسمهم المربيح لكي أنت ترذى تسلّفني المال لك نصور شيء يمكن باديه جداً تقول 50-50 تعرف كيفية مدامك أنت مدامك أنت العقل وأنا العضلات كما يقولون مدامك أنت الأفكار وأنا المستثمر يا أخوة نقسموهم خاطر لماذا فلوسي أنا؟ أنت لم تربحت شيء وماذا أنت؟ أنا لم تربح شيء 50-50 ما هي؟ كيفية؟ كنجيك أسمعني لا تعرف كيفية برجوليا 60% و40% كنت تقبل أم لا؟ كيفية؟ 70% و30% كنت تقبل أم لا؟ كيفية؟ كيفية؟ 90% و10% كنت تقبل أم لا؟ نصور لا نصور كلمة لا قلتها في السؤال قبل هذا لا يا سيدي نصيدك ملف فما بالك دعنا نقول بطق وحيبات هذه عن البنوك إذا كان البنكة مثلا تعطي فيك 0.1% انتريس وصدقني فما طرق سهلة جدا بشأن كل عام تجيب 10% مربيح إذا كان معتقاني ناخد الفلوس ونربح بهم 10% ونعطيك أنت 0.1% أو 0.2% أو ما هي. ساعات حتى شيء. ساعات لم يكن هناك انتريس جملة يا الزبي. فهناك. لذلك انتريس هؤلاء ما أتحدث عنه في ألمانيا. هناك شيء يسمى شبار كونتو. معناها كونتو متعامل. فهناك. فما بإنك تقوم بالكونتو النرمال. هذاك عليها. حسب رأيينا. أنك تضع فلوسك في البنك. شيء منيك على الأخر. لا يزعي الأنفلاسيون أكثر من انتريس متعامل. لا يزعي تقوحيبها. خاطر قاعدين يخدموا بالفلوس متعامل. لا يزعي تقوحي بشكل متعامل. يزعي تقوحي بك. حسنًا كنت تفهم هذا الشيء. تفهم لماذا أغلبية الناس يقومون بشكل دائما تحت خط الفقر. أو يقومون بشكل دائما ناس عاديين. على خطر ما يوجد في البنك. يضعوا المال في البنك. وهم يقومون بشكل دائما. يقومون بشكل دائما. والله يزد حتة مليون في البنك. عشرة سنين أخرين تطولي كرزة. تطولي عصب على رأسك عشرة سنين أخرين. عشرة سنين أخرين تطولي أفقر من الذي تطول. على خاطر الانفلاسيون وقاعدة تطلع. ففهمت؟ وصدقني مع الظروف الاقتصادية التي تحدث في العالم حاليا. وأمريكا تطبع في تريليونيات من غادي وأوروبا. تطبع والجابون. تطبع الناس كل تطبع. حتى تونس قاعدة تطبع. الناس كل قاعدة تطبع. صدقني لك المال لك. لا يجب أن تضعهم في الزعكتكم بعد ذلك. لماذا أنا؟ بدأت من خمس. قلت ما هي الحلول؟ ما هي الحلول؟ الحل كما قلت لك بالنسبة لنا نراوانه ثمزوز حلول. أما أنا نعمل مشروع. ونستثمر فيها مثلا. أعرف ما هو نعمل شركة كونسولتينج. أو نعمل شركة متع انفلوانسر. أو شركة متع بيبليسيتي. ولا ولا إي سبورتس تيم. ولا رزبي ولا اللي هو. فهمني ولا سيت متع كوتشينج. ولا أي حاجة أي حاجة. أما أنا نعمل مشروع. وقال لا نستثمر في مشروع آخر. نستثمر في إنسان آخر. لأنني. بحكم لي أنك تعمل مشروع واحدك. هي بصفة عامة حاجة مستنزفة. خلينا نقوله. لازم كرسم المحترم. بصادي بونتي ونوع المشروع بالطبيعة. لازم كرسم المحترم. لازم يكون عندك سكيلز. لازم تحلل شركة. لازم بيبرورك كسير. لازم قباضة. لازم خدامة. لازم كذا. لازم برشة حاجات. لازم تعمل مشروع. أكوة. لا يعني. لازم يكون كمبليكي. لازم تستثمر. لا يوجد شيء كمبليكي. ما يعني أن تستثمر. مثلا. يأتيك مثلا. إنسان ولد ولد أختك. يأتيك ولد أختك. تعرف إنسان نابغة برشة. مثل أمور بيسيات وتبربيش. يقولك بالله أسمعني. يراني ماذا بين حلحان وتصليح برطابلويت. مثلا. و أنت تعرف إنسان تحبون برشة. و أنت واثق في مهاراته في الشيء. يقولك بالله. يراني حاجتي بخمسة ملايين. يراني حاجتي بخمسة ملايين. يا أخويا نعطيك الخمسة ملايين. تبدأ مشروعك. أما ندخل الشريك معك. نأخذ مثلا منارش. مثلا 50-50. أو تعرف كيف أخوذ أنت 70% و أنا 30% أو ما هو. لا تحقق على شيء. معنا جزء حق. و أنك تظهر على السيدة. تفهم البرنسيب البيزنس. أو كيف تخدم الأمور. تظهر على الإستوريك البيزنس. بصفة عامة تفهم البيزنس. دعونا نقوله بعد تحكم. هل أنه أفضل أنك تعطي فلوسك أم لا. هذا هو الاستثمار بصفة عامة. أنا يا سيدي من سيدك في ليلة من ليلة. تقعد تفرج. وأول شيء خطرت على بالي هي الاستثمار في الريل ستيت في الديار. في العقارات يعني. لماذا؟ مثلا. كنت أتحدث بصفة عامة بطبيعة. هنا أنا جزء أريد أن تفهموا البرنسيب البرسونتاج والتي تحتاج إلى المثلات. ويختلفوا بطبيعة من كالك. أما لا أريد أن تفهموا البرسونتاج. نفرض دارة 900 مليون. كنت تشريها في هذا الدار. ما تفعل؟ لديك حلولة. لا تشريها بطبيعة 100 مليون. أو تشريها بالكريدي. نفترض أنك تشريها بالكريدي من البنك. نقول البنكة. كنت أعطي عشرين ونكمل ثمانين بالمئة. كنت تستثمر عشرين بالمئة من البنكة. والبنكة تزيد تكمل لك ثمانين بالمئة لأخرين. على الظالين من. يالله يا سيدي. كنت تحقيق البنكة يبدأ بالكريدي. كما أنني أعطي 100 مليون. أعطي عشرين والثمانين بالمئة من البنكة. نشري بهم الدار. ونقرأ هذا الدار. كريدي. كنت تخلص بحق البنكة بالكريدي. مثلا كل شهر بالجيني البنكة. ايسي الزبيعي. أطلع لي بك الستمائة من الف مثلا. على مدة الله وعلم 35 عام. ولا 30 عام بالكريدي. كنت تخلص بحق البنكة ويقول. ايسي الزبيعي تلعب 650 دينار. نخذر للسيد الذي يقرأ الدار. ايسي الزبيعي تلعب 650 دينار. يقول. اهي تفضل لسي الزبيعي 650 دينار. نخذر البنكة. اتفضل لسي الزبيعي 650 دينار. فهمتوا ما يحدث أو لا؟ معلتها بعد 35 عام. ولا الله يعلم قد اشتوله الكريدي. وقت الذي يخلص الكريدي ذاك. أنت في الأصل خلصت عشرين مليون كهو. بشريد دار قيمتها 100 مليون. هذه الثمانين مليون التي سلفتهم لك البنكة. ليس أنت رجعتهم. الكريدي رجعتهم. السيد الذي ساكن في الدار. رجعتهم. معناها تأتي بعد 35 عام. يكمل الكريدي. ايسي الزبيعي. قشع من الدار. تقول. فهمت. أنا لنأخذ هذا الدار. ليس لديه متاعي. لذلك في نهاية الحلقة. شريد دار قيمتها ليس 100 مليون كهو. الأصبر من هذا. أن الدار ليس لديه 100 مليون. إذا كان. وأنتم تعرفون أن العقارات عندما يغلسونهم. إذا كان كل عام تزيد من 2%. وهي نسبة كونسيرفاتي. صدقوني نسبة الحقيقة. يمكن أن تكون بين 3 و 6 بالمئة. فهمت. أما برأ. دعنا نقوله 1.2 بالمئة يا رب. لذلك. نعمل المئة مليون متاعنا. في 1.02. التي هي تمثل 2 بالمئة. قوة. قوة 35. اليوم 35 عام. بحكم الدار متاعنا كل عام. قيمتها تزايد بـ 2 بالمئة. هذا أو لا. معناها العام المئة مليون. نضربه في 0.2. في 1.02. في العام الماضي وقيمتها 1.02 مليون. ونفس الشيء يا رب. ما نضربه في 1.02. كل عام تزايد بـ 35. كيف تظهر قيمتها هذه الدار؟ كيف تظهر أن الدار شاريتها بـ 100 مليون. يولي قيمتها بعد 35 عام. الإجابة هي 200. معناتها يا حبيبي بعد مفايل الكريديم. الدار قيمتها قيمتها الدوبل. معنات أنت طويق عندك دار تسوى 200 مليون. قد شريتها الدار شريتها بـ 20 مليون. معناها من الآخر الـ 20 مليون ضربوا في عشرة على مدد 35 عام. شريت الدار بـ 20 مليون. بعد مفايل الكريديم قيمتها قيمتها بـ 200 مليون. وهذا ما قلت لكم. سوف نحسبه بنسبة كونسيرفاتيفة. وهي 2 بالمئة. بعد ذلك نخذر الإجابة إذا كانت النسبة أربعة بالمئة. ما معناها؟ 100 مليون في 1.04 قوة 35. هكذا. يا سيدي بن سيديك، كيف تظهر قيمتها الدار؟ تظهر عنها. تظهر. قيمتها تظهر 400 مليون. معناها أنت دار قيمتها 400 مليون. شريتها بـ 20 مليون. معناها على مدد 35 عام. فالقيمتها ضربت فيه عشرين. ضربت فيه عشرين. حسناً، قارن هذا. مثلاً، أخذر مثال هذا. نرجع مثال جدك. كيف كان يعبي القفة متاعه بـ 20 فرنك عام 1970 أو ما هو. تصور جدك. قبل تصور جدك بأمك. قبل 35 عام كان عنده عشرين مليون وخبّهم في البنك. قال لك تعرف كيف تظهر هذا. كيف نكبر معناها بشكل يوريوترات متاعي. وجدك الآخر شرابيهم دار بالكريدي. مع أنت جدك الذين شرابي دار بالكريدي. طويك عنده أربعمائة مليون تحت ديه. اللي هم في شكل داري يعني. وجدك الآخر اللي خبّل عشرين مليون متاعه. قيمتها عنده طو؟ قاعدة هم أبيدهم عشرين مليون. قاعدة هم أبيدهم أو أقل خاطر كما قلت لكم. الانفلاسيون تنخر في القيمة الشرائية متاع الفلوس متاعك. مع أنت السيدة ذاك اللي خلي عشرين مليون في البنكة متاعه. طويك العشرين مليون متاعه. من قبل كان ينجمي عبي بيهم مثلا ألف قفة. طويك ما ينجمي عبي بيهم كان مئة من قفة. فمتفازة أم لا؟ با؟ خنجب كاسمية بالله يا شباب أفاهم يا وريق الداشيح. سيدة من سيدك أنا قاعد في نهار منهارات في نوفمبر عم ناول نوفمبر 2020 قاعد عام ستريم على روح ونحكي في الفازة هذه للتشات. يا أخي تلافتوا لي للأولاد قالوا لي أسمع رأي وثم بيتكوين. أعمل أظهر على البيتكوين. أين البيتكوين نعرفه؟ حكاولي عليه تفل صاحبي تحية كبيرة للحب شكله إذا كانوا يسمع في ستريم هذا. أحكاولي على البيتكوين. وقتين في عام ناول؟ عام ناول في مارس في مارس وقت اللي صارت لكوفيد كراش هذا وطاح السوم بالبيتكوين فهمت؟ أنا من كذب عليكم وقتا شريت بيتكوين أما بعد كريت قيمة عطاحت برجة خفت برجة لأسلت جعبي منه فهمت؟ با؟ وبعثت نيك الحكاية من وقتها. عاودت وقت اللي يتحدث معي يا شباب في تشات ليفتوا انتباهي دعونا نقوله وقالوا لي راهوا فهمة البيتكوين زادا قاعد يطلع عاودت عم طالله بالحق ناول قاعد عاود يطلع. فبدأت عاود نحسب في سداسي نضرب في خماسي في سداسي كما يقولوا. على خاطر هذه كفاست الدار اللي حكي لكم عليها تحبلها تحبلها رسميا لما لازمك من الأول تبدأ ببارشة فلوس اللي هما ما عنديش وقتا ما نجمشي ما عنديش فلوس تكفي باش أني نسبقهم باش ناخذ كريدي من عند بانك. فهمت وحتى إذا كان عندي فلوس ما عنديش استاتيو ليجال معناها ما عنديش. البنك كذلك لا تطلب من عندك أن تكون عندك خدمة قارئة. فهمت نحن نجم تراجع لكريدي منك. أنا ما عندي شيء ذلك. أنا سيلف امبلويد نسمع. ماذا؟ نعمل طلع الكريبتو كريبتو ماركت هذا كل ما هو بيتكوين ويثيريوم وكاردان ومشتقاتهم أضمن كل. أعملتها قوي بالحق كان يبدو أنها فرصة سينحة جدا وفرصة زبورة برشا. فهمت يا أخي اوكي. قلت يلا على الظالين مين. وبدأت واحدة واحدة يظهر لي بديت في آخر نوفمبر بديت نشري. وبدأت من الأول أعملت غلطة. ونحبكم تعلمون منها الغلطة. هذه هي أني ما يسمى بالفومو. فير أوف ميسينج أوت. مع أنه يبدو أن الناس يقولون. أسمعه. كيف يطلع البيتكوين. يقوموا بشي يطلعه في الزب. يقوموا بشي يطلعه في الزب وغدوة. غدوة بشي يطلعه في الزب. وتبدو خايف لتفوت. كنت الفرصة هذه تقول له. يجب أن نشري. يجب أن نشري قبل أن يطلع البيتكوين. يطلع بثلاثة واربعة مرات. فهمت؟ دائما أردو بالك من هذا العقل يا ذي. رأي في الآخر تنيكك. أنا شريت وقتها. كان يطلعه 19.000 دولار. يا أخي لا تطلع. يا أخي على مدة جمعتين. يجب أن يطلع البيتكوين بين 19.000 و 17.000. فهمت؟ كانت أصبرت. وبدأت نشري قليلا. خير لي. لا أعلم أنه كان درس قاسي لحقيقة. واحد ملول يطلعه بشي يطلعه. إذا كنت تستثمر في فازاتك منها. يجب أن يطلعه في الفخة من الفوم. وقد تعلمت شبابا عن شيء. قد نقرأ عن شيء. قد نكتشف. وهي حكاية سهلة في الزب. لا تصحق أن تكون إنسان قحبون. لا تصحق أن تكون إنسان قحبون. يجب أن تقول إنسان كردة. هذا هو الذي نفهم فيه. على قد نزيد من ثق في هذا المنزل. لدي أربعة أشهر. وننتبع في هذا المنزل. في عامة ليس كريبتو كورنسيز. وننتبع فيه. ومؤخرا زادة كتاب. سأعود لكم. 10 رؤية. شريط كتابا. اسمه. 10 رؤية لك. من عند دعمك. كتاب منصوح به. لديه برشا فهمت. حسنا. ونزلت لكي نزيد أكثر أكتوب. لكي نزيد ثق في روح يمليح في هذا الموضوع. الذي اكتشفته شباب كما قلت لكم. الراهي ليس صعيبة لحكاية. يجب أن تكتشف. وأنه يجب أن تبدأ طوى. يجب أن يكون في أسرع وقت تبدأ. لماذا؟ نأخذ مثال. دعنا نأخذ مثال كونسيرفاتي. قليلا. بقى الكريبتو كورنسي. الكريبتو كورنسي بصراحة يكبرون بطريقة وحشية. يتغولون حاليا. مقارنة بالبورسة. الكريبتو كورنسي يتغولون فيها. تغيير مفيد. أما دعنا نسيدك. نأخذ مثال على البورسة أمريكا. أعلم أنك سمعت بما يسمى بالإندكس أو بشكل أسمى S&P 500. ما تفعل S&P 500؟ سنتصور أي إنسان يسمع بحكاية GameStop. أو سمع بـ Tesla أو بفازاتك من أكاكا. ونصور الأغلبية فيكم. يمكن أن يكون لديهم فكرة على الأقل معناها Stokes. فهمتني. أما إذا لم يكن لديكم فكرة برجوليتكم في الزبي. أتعلموا وحدكم. يسعروا بشكل جيد للمشاهدة البودكاست. على كل حال. لا يهم. دعونا نسيقوه بطريقة أخرى. دعونا نخرج من حكاية Stokes والأسهم والشيء. هذا S&P 500 هو مؤشر يتبع أقوى 500 شركة اقتصادياً في أمريكا. فهمت؟ إذا كان مثلاً تراوى أن S&P 500 طلعت بنسبة 10% في عام. أعرف أنه في العام هذا المعدل أحسن خمسة مئة من شركة تلعب 10% تنجم تكون شركة الأسهم منها تلعب بنسبة 300% معناها فوقات السوم. وتنجم واحدة أخرى تحشيلها. خسر تشتر القيمة. والأخرى تلعب 60% وهذه تحت 40% والأخرى تلعب 130% والأخرى تلعب 10% والأخرى تلعب 2% أما معناها في الأخير يلمبوهم ويعملوا المعدل المتاعهم. وهذا هي المؤشر من S&P 500. تاريخياً S&P 500 تطلع بنسبة 10% كل عام. ثم سنين تطلع بنسبة 30% ثم سنين تطيح بنسبة 20% ثم سنين تطلع بنسبة 25% كل عام. كيف هي المهم المعدل المتاعهم هو 10% ما معنى هذا الشيء؟ معنى أنك أنت تأتي بك وتقول أنني أريد أن نستثمر 100 دينار في S&P 500 سنين هذا يعني أن العام القادم لك 100 دينار كيف تلعب؟ عليك نور عليك نور لكي تلعب 110 ألف بحث العام القادم كيف تلعب هذا الشيء؟ لكي تجعلهم قاعدين غادي لكي تلعبهم لكي يزيدون بالنسبة 10% لكي تلعب 110 ألف التي لديك حالياً لكي تضربها في 1.1% أو 10% لكي تلعب 121 دينار وهكذا هذا لك لكي تلاحظ هنا وأيضاً أخرى سوف أخبركم عليها ما يسمى بالـ بالـ ما يعني شيء؟ كنت أخبركم بها فرق ما بين أنك مثلاً تقول ماذا نفعل لكي نضع 100 دينار لكي نستثمرهم في S&P 500 وهي 10% لتربح كل عام بعض العام الأول لديك مئة وعشرة ألف لقد قمت بتعديد عشرة ألف لن نجبدها ونخرجها من الوضع ونستثمرها ونستثمرها كل مئة دينار العام الوضع مرة أخرى لديك مئة وعشرة ألف لن تقوم بتعديد عشرة ألف لتعديد عشرة ألف معناتها أنا لديك مئة مثلا دا علامة نحن 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 مئة على مدة بعد مدة عشرة ألف في الأ خلال تقوم بتحرير من الوضع الذين اريدت platون معناتها بعد 10 سن نحن على أنك لا تربح كل عام بعد 10 سن ستكتبت 100 دينار أكثر توجد 100 دينار في المحل يعني أنه 100 دينار استثمرته على مدة 10 سنين يجب أن تجبط المربيح لهم 10 ألف لذلك 100 دينار أكثر 100 دينار أكثر 100 دينار أكثر 100 دينار لذلك بعد 10 سنين تجبط المربيح لذلك نأخذ مثال لذلك يجبط المربيح لذلك يجبط المربيح لذلك كل عام يجب أن يكبرون لذلك ما تجبط هذه الحكاية لذلك لذلك نحسبها 100 ألف في 1.1 قوة 10 السيد الأخر لديه 260 دينار مع أنت السيد الذي يجبط المربيح كل عام لديه 200 أو لا والسيد الأخر لديه 260 التي نحسبها بالنسبة المئوية 200 معناها 29% أحسن من المربيح المربيح ممكن أن تقول حكاية فارغة ما هي 60 ألف أخي على جرد 60 ألف هذا القحب أين القحب هو قدمة طويل المدة قدمة طويل المدة قدمة طويلة أو قدمة طويلة واضحة نأخذ نفس المربيح شباب وشابات مرة أخرى أما هذه المرة على مدة 30 عام على مدة 30 عام كما قلنا السيد الأول كل عام يجبط المربيح لذلك يستثمر 100 دينار كل عام يربح 10 ألف يجبط المربيح لذلك 10 ألف لذلك 30 عام السيد بعد 30 عام يجبط 300 من المربيح أربعة يربح أربعة من المربيح أربعة مربيح أيها السيدة في 30 عام كانت 100 دينار أربعة مربيح أربعة 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 المربيح لذلك لا يجبط المربيح لكي يبدأ بمئة دينار كما السيد الأول لكي يستثمرهم في السم بي 500 التي تربح 10% كل عام وكي يستثمرهم على مدة 30 عام لماذا لديه السيدة حسب رأيكم لماذا لديه لماذا لديه لديه مليون و744 لذلك المربيح لا يوجد صغيرة كما في المربيح كان لديه المربيح على 400 المربيح لماذا؟ هذا المربيح 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 في المربيح من المربيح كان لديه 30% لماذا المربيح المربيح هو 536% وكذلك تكبر هذه الحكاية مع مرور الوقت لماذا؟ على خاطر الكورب من المربيح ليس كورب أكثر يعني قد تقدم في الوقت قد مال تكبر بطريقة أكبر هم نحن 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 نفترض أي سيدة من سيدك أنك إنسان طويق ونصور أغلبية نحن 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 تخمي فيهم الفازات على خاطر أهم أهم في الحكاية هذه هو الوقت هو الوقت هو كما ترى الفرق ما بين 10 سنين و30 سنين فرق وفرق ما بين 31 سنين و30 سنين يجب أن يكون فرق على خاطر ما تقدم في الوقت قد مال تكبر بطريقة أكبر نحن نأخذ بعض مثلا نفرض أن يسيدك وأنك أنت كل شهر تريد أن تستثمر ما يسمى ما قيمته 250 ألف لكي تجعل 250 ألف على أجنب من شهرية وكي تستثمر وكي تستثمر تبدأ قدام سيدة مثلا يحسب المهم إذن المساهم لكي تكون 250 ألف كل شهر لكي تستثمر 250 ألف وكي تكون 35 ألف عام مثلا وكي تكون عمرك 35 ألف مثلا وكي تريد أن تصل إلى عمرك 60 ألف وكي تريد المهم وكي تريد أن تتعيش لا تبقى من حياة 10% مثلا مثلا S&P وكي تكون وكي تضع 2% يعني أن نقول ما بين 12% و 8% نحن 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 وكي تريد عمرك وكي تريد أفضل 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 250 ألف كل شهر على مدة 35 عام وكي تكون نسبة الفائدة أو نسبة 10% أفضل 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 لماذا يكون لديك العمل بعد 35 عام يكون لديك السيدة بن سيدك 813 ألف دينار 813 مليون بعد 35 عام إذا كان إذا كان البرسنتاج كما قلنا يطلع الـ 12% لماذا يكون لديك 1.3 مليون دينار معها 1.3 مليار بعد 35 عام وإذا كان يطيع البرسنتاج الـ 8% يطلع البرسنتاج لديك 516 ألف دينار مع أنت 516 مليون دعونا دعونا نحسب كمام نحسب كم استثمرنا لدينا 12 في 35 لذلك أنت حبيبي على مدة 35 عام عندما استثمرت 100 مليون 105 مليون لذلك حقيقة أنت في أطعس الحالات قيمة فلديك وفي أطعس الحالات قيمة في أطعس الحالات قيمة في قيمة قيمة حبيبي الشيء ممكن ولكن في أغلبية الحالات جداً الشيء هذا الشيء نجم يسير في ماركت سجدد كما كما الكريبتو كورنسي حالياً نعطيكم نظرة على شنو نقص دانا نأخذ يسيد من سيدك عملة افتراضية ولا كريبتو كورنسي مش عملة افتراضية كريبتو كورنسي اسم كاردانو العملة هذه اسم كاردانو والمؤشر دعونا نقول لها التسمية هي ADA ADA تنجم وتمشي وتلوجه في الانترنت تعمل وطلع على الستوريك ماذا عملت؟ دعونا يسيد من سيدك نلقيه نظرة وقت ما حدث هو الكراش صار في مارس 2020 في مارس 2020 كاردانو كانت القيمة بتاعه ثلاثة سنت ثلاثة سنت ثلاثة سنت ثلاثة سنت ثلاثة زبرهم سنت كيف قيمته؟ 1.7$ 1.7$ 1.7$ 1.7$ 1.7$ 1.7$ 1.7$ 0.3$ الكاردانو بالضبط في عام تقريب من مارس 2020 حتى مارس القيمة بتاعه ضربت في تسعة وثلاثين مرة معناك حطيت مليون فيها عام ناول في مارس راهو تسعة وثلاثين مليون حطيت في مئة مليون راهو عندك ثلاثة فاصل تسعة مليار تاويك يfashioned a Bitcoinaw 2013 يتقريب ناول في مارس ماذا انت فعلت تسعة اعادي ما هي البرس التي تعلمته انت متفازها هذه في عظمة تتبكي وتنوح لهن ون Saudi Arabia يعطي تسعر وانت تعلمت درس لا اعرف عليك اما ان اتعلم الدرس انا اتعلم الدرس وانه من هنا كره فرصة بي سمجزة تتجاجهم لا يجب أن ننتظر إلى أن تفوتني لكي لا تقول أنها كانت تغليتها لا، كنت ترى فرصة منها تنقذ على الزكومة وصدقوني فرصة هؤلاء مزالة أبسط مثل في عام ناول فرصة هذية صارت لكي لا تسمع أسمع بيتكوين في 2012 هذه عام ناول صارت في عام الفلوس كانت تثمرتهم وراء القيمة التي ضربت فيها 40 مرة ومزالت قيمتهم لكي تكبر ومزالت قيمتهم لكي تصل إلى 5 دولار ومزالت قيمتهم لكي تصل إلى 10 دولار إذا كانت تثمرت في عام ناول في مارس ممكن وقت قيمتهم لكي تصل إلى 15 دولار لكي تكون الفلوس القيمة التي ضربت في قداش لكي تكون ضربت في مبين 195 مرة تصدقها 195 مرة ومبين 390 مرة معناها كانت تثمرت مليون نرى هؤلاء 390 مليون الحاجة البيتكوين الحاجة البيتكوين هي أن الفرصة كل يوم تحدث كل يوم تحدث كانت تحدث ليس مرة في القرن تحدث كما فازت البيتكوين لا، كل يوم تصدقها من فازت ذلك لجب أن تفهم أنهم موجودين وأنهم لا نادرين كما انت ماشي في بالك خاطر بارشة ناس يمكن يبخلوا يمشي في باله أن البيتكوين هي الحاجة الوحيدة اللي تنجم تعمل فازك منك يمشي في باله وأنه لازم عرفتك الكواكب الكل لازم يصطفوا على صف واحد اللي هي حاجة تصير كل 3.72 بليون عام لأهزب الفرص هذه ديما موجودة لازمك تتعلم كي تسمع الفازات هذو ممتع البيتكوين كانت قيمته دولار عام 2013 وشنوه طويق قيمته 54.000 دولار اللي راهي الفرص هذه مزالت وثمى برشة منهم غير انتي لازمك طويق تحل عينيك وتدخل وتبدأ تلوج عليهم وتنفيستي وقت فيهم تنفيستي وقت بشتلقها فموتوكا اللي حبيت قوله لكم وانه عليش اخترت الاكزامبل متع ستوكس الاكزامبل متع البورسة متع امريكا على خاطر الاسم بي فايف هندر شباب كما حكيت لكم الانيول ريتورن متاعها بشكون عشر بالمئة تقريب اما خلينا نأخذوا مثلا البيتكوين بيتكوين انيول ريتورن نأخذوا طويقه الانيول ريتورن متاع البيتكوين ببرسونتاج هذائي بطبيعة عام الفين بوع اش بيه بدأ من الفين سبعتاش ماذا بيه يبدأ من الفين سلطاش كان ثم الفين و بوعظ ظهر ليه هنا ايه ضارقناها بفضل حبيبنا الريدي تباه شوف شوف الانيول ريتورن متاع البيتكوين بش نبدأ من الفين وحدش الفين وحدش اربعتاشن مئة وثلاثة وسبعين بالمئة الف واربعمية وثلاثة وسبعين بالمئة مقارنتنا بالعشرة بالمئة متاع الاسمبي الفين واثناش مئة وستة وثمانين العام اللي بعده خمسة الاف وخمسمية وسبعة العام اللي بعده الى ستة وخمسين بالمئة 33 بالمئة، 1325 بالمئة، 1325 بالمئة، إلى 72 بالمئة، 88 بالمئة، وعام 2020 تلاتية وثنين بالمئة بلعلك نحب نحن نقوم بعمل أحد أحد الأحد الآن، لم تكن كتبها في كمانتر لماذا كان نثق فيه، ألا أحب نقوم بعمل أحد 1437.5% 186.5% 5000 الى الوصفة 891 891% مقارنة 10% المال سمت 500 معناتها إذا كان نقسم 890 على 10 البيتكوين يستخدم البيتكوين في الـ S&P 500 بـ 89 مرّة بـ 89 مرّة المشكلة في البيتكوين كل شهر على مدة 35 عام 10% المشكلة في البيتكوين لا يقوم بـ 100% دعونا نأخذ البيتكوين كما قال السيد السيد ما قال السيد 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 هو الحسابات التي يتحدثون التاريخ يقول لك أن البيتكوين 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 890 مرّة أما للأسف هذا المشكلة لا يجعلك أن تضع أكثر من 99 مرّة أما فرضا جدلا الـ S&P 99 مرّة هذا المشكلة كل عام 8 مرّة من البيتكوين دعونا نقول البيتكوين هناك بداياته جديدة هذا المشكلة أيضا لأن البيتكوين كانت تضع أكثر من البيتكوين ولكن هذا المشكلة لأنه يوجد أكثر من البيتكوين هذا المشكلة هذا المشكلة نعطيك مثل إذا كانت أنا وياك لدينا صندوق لدينا هناك ألفين هناك أزوز دينارات نضع فيه دينار أو ثلاث ألاف لذلك القيمة زادت 50% أو على خاطر أن تزوز دينارات لأن تخرج ثلاثة دينارات يجب أن تزيد 50% نفترض أن صندوقنا هناك أزوز مليارات وأنا جاءت دينار لا تتصور بشي تحسي دينار هذاك لا هذا هو الشيء الذي يحدث حاليا خاطر البيتكوين الماركت كاب معناها لديه فلوس وماشي وتكثر وتصلنا إلى 1 تريليون التريليون يجب لذلك إذا كان على قدم الناس تضع فيه فلوس لا يوجد أن يظهر لك كما ترى في 2013 و2014 لذلك لذلك يجب أن البيتكوين من هنا كل عام 99% كل عام يدوب لي نعم سيد نعود 250 دينار كل شهر على مدد 35 عام كل عام يدوب لي كل عام يدوب لي وهي حكاية حسب رأينا لا يدوب لي كل عام يدوب لي كل عام يدوب لي لا يقوم بها فارغان جدلا فقط لك تقلق تظهر لماذا لديك فلوس إذا كان كل عام يستثمر أول كل شهر 250 دينار على مدد 35 عام بالله خموا فيها مدام نجيب في كسمي خموا فيها واني كذبك نطلعتوها نتطلعتوها مهم كتاباتو اطلعت يا سيد حسن أهد أن أردت إلى النقطة سنرى ومئات ومائة 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 بعد 35 عام سيكون لديك 87 تريليون 87 تريليون لماذا لديك لم تكن في قبل وثانيا قيمة الذهب الموجودة في الدنيا لكل طويقه تسوى 10 تريليون هذا هو 8 مرات 9 مرات قيمة الذهب الموجودة في الدنيا لكل شيء انرياليستيك شباب أنا لا أريد أنها تحدث على خاطر حساب هذائي كيف يسوم البيتكوين على حساب هذائي إذا كان طويقه مثلا نفرض سنة نفرض سنة حتى يصل إلى 100 ألف سوم الكعبة لذلك العام الماضي 200 بعد 400 بعد 800 بعد مليون وستمائة بعد 3 ملايين وستمائة بعد 6 ملايين واربعمائة لماذا نحن نعود 100 في 35 عام ولا بلوتوف في 2 قوة 35 معنى كعبة البيتكوين لكي تسوى 3 ملايين معنى كعبة البيتكوين لكي تسوى 3 ملايين كعبة البيتكوين برد نحن نحن نعرف تشعر مليلستيك في الزب اما لا يمكن على خاطر قيمة البيتكوين تقصد الدولار وإذا كان الدولار يفقد برش القيمة ممكن أن يحدث إنتر هايبر انفليشن ما هي هايبر انفليشن؟ هي الانفلاسيون التي تصل إلى حدود تنيك في الراس تصل إلى حدود تنيك في الراس مثلا كما قلوها إذا كان إذا كان لا يقدر تونس يصير فيها الهايبر انفليشن هذه عادي باقي حليب يسوى خمسة ملايين أو ستة ملايين كانت تحب أن أعمل طالما على الانفليشن في العالم أما كانت تحبين ملايين مثل فينزولا ولمانيا بعد الحرب العالمية الثانية مثل رومانيا أعمل طالما على الانفليشن وراء الناس كيف تعيش الناس الذين يتعبون في المانيا بعد الحرب العالمية الثانية يحرقون في المال لن يدفعون مع أنت قيمة المال تحرقون وتعطيك سخانة أكثر من أن تقعد ورقة في فنزولا الناس لا تدخل تشري وكما يوجد منهم الناس لا تدخل في العطار لا تدخل في العطار وكما يبدأ لديه المال تقول ما نعرف تقول بابلو اسكوبار العطارة لديهم المكينات البنكاجية تحسب على المال لديهم المكينات البنكاجية ثم وراء القيمة يقول لك الورقة تسوي 500 تريليون مل عملة هذه التي تجلب لك كعبة حلوة وفهمت تحسب تحسب كما ينجم البيتكوين ووصل لكعبة قيمتها 3 تريليون دولار إذا كان الدولار يحدث كما صار عملة فينزولا وقت الدولار يمس وحتى عصبة فهمت أما أنتوكا فولا يا شباب لا أريد أن نزيد طاول عليكم أكثر يظهر يوصل للساعة قليلا البودكاست فالأخر أريد أن أقول لكم إذا كان أريد أن أريد أن أعلم هذا الكلام كل أنه أولا رأي لفلوس حاجة بها لا ليس حاجة بها الكاش حاجة بها صحيح هو أنه ثم وأنه ثم أما الكاش يجب أن يكون منافع فقط حتى إذا كانت خمسة تستثمر لا تضع المالك لكي تستثمرهم لا دعني أليس على الجنب دعني أليس على الجنب خاطر قبل أن تستثمر يجب أن تقوم بعمل مهما ما معنى هذا تحسب المدخيل والمخارج التي هي مهمة كثيرا حتى تبدأ كل شهر تتبع في روحك قد تخلص وقد تصرف تقوم بها وأن تقوم بها تصرف حاليا نصور ما تقوم بها يقوم بها أو لا تقوم بحث أم أو أبوه يجب أن يصرف وإلى آخر تقوم بشهر شهرين من الزمان كل دينار تقوم بك ما تقوم بها ثم تأتي ما تقوم بها ما تقوم بها حسنا كيف ندخل في الشهر مثلا ندخل 600 نورو ما هي المصاريف القرن الكريم 300 نورو نحسب نحسب لا 65 نحسب 35 إلى آخر تقوم بحث المصاريف الضرورية التي لا تقوم بها لا تنجم في الأخر بعد مصاريف مع ما تقوم بحث وعندما أصرفت على الماكلة التي تصرف على الأشياء الضرورية أعرف الفلوس التي قاعدتك هي ما يسمى بين قوسين إذا كان قاعدتك إذا كان قاعدتك أعرف أنك تدخل أكثر من ما تحق تصرف ووقت النجم تبدأ تقييس ما نحب نصرف وما نحب نعمل بها هذه الفلوس الزائدة هنا بطبيعة التي تظهر على المصارف لا تصرف على الأشياء الزائدة لأنك تقول أه لا أنا عايش قد قد وعايش من شهر لشهر وما نجمش نفضل وما نجمش عزبي لا كانت تبع المصاريف التي تصرف فيها تطاقها تشير في برشع فط زايد وبرشع فط زايد وثمه مئة ألف طريقة تنجم تحسن بها المصاريف نعطيكم نعطيكم مثال بديهيين جدا الأول إذا كانك أنت تاكل برة حبيبي كل نهار وكسكروتات ودرعا سوف تنجم وتعود تعمل كسكروتات في الدار وبالطريقة هذه سوف تصرف في 30% أو 25% ما الذي تصرف فيه على الماكلة إذا كانت تعمل كسكروتات في الدار مثال آخر برشع فط زايد تنجم تبطيزهم نعطيك مثال لقد ذكرت لتنجم تبطيزهم هنا في ينمانيا تبطيز هريسة يظهر فيه 80 جرام يسوى قد حكة فاهمة 120 جرام ماذا تنجم تبطيز بالنسبة للحكة؟ أني دائما نحل الحكة نأكل منها ثم نأكل صوفة وخمجة هذه مشكلة تبطيزها تبطيز كيف تنجم تبطيز لا تنجم تبطيز لماذا تنجم تبطيز كيف تنجم تبطيز هذه لدي كل تبطيز في الدارة كل حكوك البلاستيك لذلك ما نفعل؟ نشرح حكة ونفرغها في تبطيز في حكوك البلاستيك وقعوا ولهن اربحت مشتيرتين اربحت كي انا شريت حكوك على خاطر الصوم أرخص من صوم التوب واربحت أنه الهريسة لا تفسد على خاطر حكوك البلاستيك تفهم ثم مصاريف تنجم تنحيهم وثم مصاريف تنجم تبطيز تنجم تحسن فيهم هذا شيء على الجنب بعد تفهم وتعرف بالضبط ماذا تبطيز وماذا يجب أن تصرف وماذا يجب أن تنجم على الجنب يجب أن تفهم ما يسمى ما هو تحسب كيف تستحق لكي تقعد على قيد الحياة كل شهر وتضرب في شهرين ثلاثة أربعين وماذا يجب أن تفضل المال على الجنب وماذا يجب أن تخبي هذا المال على الجنب مثلا إذا كان أنت تصحق ألف دينار كل شهر لكي تبقى على قيد الحياة لذلك يجب أن تكون منزوز فما فوق ألف دينار ماذا يجب أن تضرب ثلاثة أربعة أو خمسة وماذا تحسب أنت تحسب روحك لكي تخطي لماذا تكون حاجة هذا الخطر؟ لا يمكن أن تكون أخرج لا ترحبك مجموعة و أمرضت هذه الزبية و أقصدت و أقصدتك منك و يجب ان تتطلق بعمل جديد و تحشوات في حياة هذه لذلك تجعلني الإمارات في الجنب و تجعلني الإمارات في الجنب و تجعل ذلك الحشوة لديك الإمارات في الجنب و لكن لن تجعل كيف يحسر و لم يكن من إنتاج القدر و لا يوجد مجموعة لديهم الإمارات في الجنب حتى تتحل المشاكل العويصة التي قاعدت تعاني فيها وإن شاء الله تتحل وحتى كان هي مقدرة لها على الأقل أنه عندك الحق متع 4 أشهرة خير من اللي ما عندك الحق متع حتى شهر خير مني أول ما يتحشي لك ديرك تطرد ويزع كوك مدار ومعاش عن الحق تخدم يا ربي تاكلتك راحك تحت قنطرة تطلب لا على الأقل عندك 3 أشهرة 4 أو 5 أشهرة وقت في يدك باش تتصرف فهمتني خير من 0 أشهرة كيف؟ طويك بعد بعد ما حسبت روحك قدش لازم تتصرف كل شهر وبعد ما حسبت روحك قدش تنجم تفضل كل شهر وبعد ما حسبت الامورجنسي فاندم تتصرفك طويك بشتسبة تستثمر السؤال هو قدش تنجم تستثمر مثال إذا كان أنا كل شهر ندخل في 2500 أوروب ولازم نستطرف 2000 أوروب لأنه قدقائي الحياة فهمتني لذلك لدي 500 أوروب ولكن 500 أوروب لابد أن تفهم وأنه لا أحبك أن تكون أكثر من المساعدة لا أحبك أن تكون أكثر من المساعدة فهمتنا قدد شخص جديد ويتنا في نهاية ويتنا في الزبي وأننا ندخل فهمت إلى اليوم وقوة فهمتنا وأنني لا أحتجب أن نجعل كل الأسلام بأن يكنيع أن نعيش بها وأنه يحب أن نعيش بها وقد عمل الله لا أحب أن نعيش بكينك لأنه يموت حياة وأنه يحب أن نعيش بكينك لأنك تقوم بحيات الحياة افضل لهم كل شهر. يا سيدي لنصرف مئتين طوى على فازاتها ورستوروناتها وخارجاتها وكذا وثلاثة مئة لنخبئهم على الجنب. ولا تكون إنسان أكثر ما تحب أن تخرج برشة وليس لديك شيء. يجب أن تقول إنسان قانوعة تقول كيف يجب أن نصرف مئة على طوى واربع مئة لكي نستثمرهم لكي هو. فهمت أم لا؟ لذلك أنت هذا شيء حتى حد ما يجب أن يجاوب عليها كان أنت. أنت الوحيد الذي تعرف ماذا يصلح بك. هل أنك يجب أن تستمتع بشتر. تستمتع بشتر. تستمتع بشتر. تستمتع بثلاثة أربع وتستنفع بأربع. الذي هو. أنت تحكم على هذا الشيء. يجب أن تستمتع بشتر. ثم تستمتع بشتر. هنا يا شباب موضوع طويل ولم ننجم. نقول لكم ماذا أختار. أنا أريد أن أعرف ماذا أفهم. والله أنا أريد أن أكتشفي كل نهار أكتشفي شيء جديد. كل نهار أكتشفي برنسيب جدد. وإن شاء الله سأعود بودكاست عن موضوع هذا بعد عام. مثلا. فقط لنرى التطور الإديولوجيي. كيف كنت أخمم دوب مبديد استثمر. وبعد عام خبرة ما أخمم. وما هي النصائح التي نقولهم. وما هي الحاجات الغالثة. التي نقول لكم أنني أقوم بها دوب مبديد. فهمت. فهمت. بصفة عامة. بصفة عامة. بصفة عامة. لديك الكلاسات التي تنجم تنفيذ فيهم. هم الريل ستيت. هم. دعنا نقول. الإيكوتيز. اليوم. البورسة والجواء. ممكن. كريبتو كورنتيز. كريبتو كورنتيز. يكونوا تحت نفس الدومين. الدومين الأخر هو البوندز. البوندز هو أن تسلف الحكومة. مع تجيك مثلا أمريكا. أتصبح أمريكا. عندما يملك سيف Luft. يمكنك تسلف مليون أن نعود لك. بعد 10 سنوات. بناسبة 3% فائض. يفهمت. أميال البوندز. تظهرًا أميال البوندز. الفرقين لديك Cynthia. أتعلم أن شيئا. أتعلم أن شيئا. ونتحدث أي شيئا. عامة. البوندز. تبقى. أميال المذكر مهمة حاليا. وأميال المؤكرة كبارات فيها. وفي وسطهم هم 800 ألف كاتيجورية أخرى فهمت النصيحة هنا هو أنك تنوع لا تريد أن تضع المالك في البيتكوين خاطر كان يتحشيل البيتكوين يتحشيل لصفر يتحشيل لك في البيتكوين فأنا ماذا تفعل هنا؟ مثلا صحيح أن البيتكوين يدخل فوائد أو عوائد أكثر من الستوك ماركت أما الستوك ماركت إلى أحد ما يستابل أكثر من البيتكوين لا يوجد فولاتيل كما البيتكوين كما يتحشيل بـ 800% في عام كما يتحشيل البيتكوين بنسبة 75% أين هي؟ دعنا نرى كما يتحشيل البيتكوين بنسبة 56% 72% أسمع 72% تخوف لا أريد أن أقول أسمع 72% أقل برشة من 800% لا العصبة 72% تخوف 72% 50% سأشتر مشاينيك سأشتر مشاينيك 72% سأشتر مشاينيك ثلاثة أربع مشاوينيك أفهمت آآ البيتكوين والكريبتو كورنسي فولاتيل أكثر من الستوك ماركت كما يطلع أكثر كما يطيحون أكثر تنوع تنوع مثلا أنا نحكي لكم على الروحي ماذا نقوم بعمل أكثر لا أكثر لا أكثر أكثر أستثمارات موجودة حاليا في الكريبتو كورنسي أنا حاليا لا أريد أن أحب أن نزيد في الكريبتو كورنسي لكي نحاول أن ندور أكثر على الستوكس الذي يكون الإندكس مثل S&P 500 و ناسداك نتصور و في وسط الشيء نزيد أكثر تنويع بأن يمكن أن نضع بعض المال بالذمة تسلا بعض المال بالذمة أمازون بعض المال بالذمة الأبل إلى الأخير ممكن أن تنجم حتى تدخل في الانترنت وتظهر على البرتفوليو مع الناس المشهورين كما وورن بافت مستثمر ومستثمر 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 فأنا أثناء تقوم بها ومستثمر وإذا في الزب تقول أن تحشيلي معها وإذن تحشيلي مع الجميع وكان سلكنا نسلكنا أنا ماذا بي كما قلتكم نجعل المال نريد تنظيم ونستثمر في المال لأن المال لا أحد في أما في وسط البورسة في حد ذاتها يوجد الناس تستثمر في الريل ستاة لذلك تضع المالك معهم يأخذ المالك ويزيدونهم المالك الذي يستثمرون في الريل ستاة الناس تستثمرون في ديار، في بلاسات في مولز، في راس زبا في اللي هو لذلك أنت المالك عرفت كل ما قلت لك إذا كان أنا معك لم نجموش إذا كان أنا أحدا لم نجموش نشير بلاس ماذا نفعل؟ نلمو ألف رقبة أخرى وكل شخص يساهم بطار فلوسه وما بعد أن نشريوه هذه البلاسات أفهمت؟ مع تخير ما الذي لا تقوم باستخدام في هذا الشيء خطر أن نجموش تشري بلاسات كاملة أرى بعض أخرين تلمو حظباً مع بعضكم شريو البلاس وأقسموا المرابيح على بعضكم على كل شخص يساهم هذا هو بالضبط ما يحدث في الاندكس فاندز في الاتف في الاتف لذلك نحب أن نستثمر أكثر في البورصة نحب أن نستثمر أكثر في الريل ستايت كما نرقب معناها اندكس فاندز مع الريل ستايت ونضع فيهم فلوس وفي نفس الوقت ماذا بي أن ننوع أكثر من هكا معنا إذا كان وحدا حلت معا ومشرت مليح المور ماذا بي أن نشري رسطوران صغير يعمل كان بيتزا ودليفري بيتزا بمعنى فازت كم نكاكا أفهم؟ نحب أن ننوع نعرف السبب الآن أصبحت الكثير من التعادل للشركات أعلم مثل ما تردوا فيهم يخطبون في الزفن المونيت مثل ييمباير بلاي اه شربة ماء واحدة أخرى مثل إيمباير بلاي كامل شالنج أرانا كامل سبورت 360 مثل مجمع قادم مثل هذا مشروع نحل الوحيدة الوحيدة كيف يقال صغير ايه بل افضل ماذا تنوع في الاستثمارات كيف يهز الخائب كيف يتواجر البيتكوين يهز الاخرين كيف يتواجر البيتكوين يهز الاخراء يهز الاخراء لذا ينوع ولكن لماذا نقول لكم الاستثمار سهل على خاطر صدقني و لا تكون قد تفهم في الفائزات هذه المالكوز و تتبع في التازم تسلا وهابت ورزب لا تسحق بكل بساطة يجب أن تشري الـ ETF كما قلت لكم الـ INDEX FUNDS كما الـ S&P 500 والرسل والدو والنازداك بازراك هم يشريوا بارشة أسهم بارشة شركات كيف يهز بعضهم كيف كان تسلا تحشيلها كيف كانت تحشيلها كيف كانت تحشيله كيف كانت تحشيله كيف تسحق ماذا تسحق تسحق أنك تبدأ في أسرع وقت ممكن على خاطر كما وردتكم الفرق ما بين 10 و 30 عام استثمار فرق مهول جدا ماذا بك في أسرع وقت تبدأ تستثمر وسهلا تشريها حاجات واضحة كما الـ S&P كما الـ NASDA كما تشوف ETF ريالستايت كما تحشيله كما تحشيله وأنساهم أنساهم لا تقعد تتبع فيه كل نهار آآ طاح آآ تحشيلي وحتى إذا كان يكراح الماركت ليس مشكلة حتى إذا كان السنة يصبح نفس الشيء الذي يصبح نفس الشيء يصبح 35% يصبح 30% يصبح في التسعينات وقت الماركت يصبح حتى يظهر نفس الشيء يصبح نفس الشيء يصبح .com يصبح .com هذا يصبح 80% سوف نثبت لذلك نثبت لذلك .com .com هذا يصبح أصبح 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 نضع ونضع كل الأصبح هذا يصبح 78% أصبح 78% في 30% حتى نقوم يصبح في الأصبح قبل أن يصبح رائحة ومواطع تختار إذن تشري من من يمكن أن أخذ ملا نحن من أن إذا كنت تريد أن تظهروا أكثر على هذه المواضيع أنا نصحكم أن تظهروا على كما قلت لكم الـ Index Funds Cryptocurrency أظهروا عليهم أظهروا على Dollar Cost Averaging مهمة كان أحبكم حاجتين كما تظهر عليهم هم Dollar Cost Averaging وهما Compound Interest نعودهم لكم Dollar Cost Averaging ومهمة 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 أظهروا على هذا المزوز فهمتني وإذا كانت بالرسمي بعد هذا المزوز لا تزلت معي لا تستثمر ولا تنسى أن تقلقك كما تزلت شباب خمم في روحك تكبر مثال إذا كنت تدخل الدفاع وليس محضر لا تحضر لماذا لم تحضر لماذا لم تحضر لماذا لم تحضر ما لم تحضر من القدر ومهمة نقلقك 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 في الماضي تقول هذا الحل لأنه لا تستغطي ومن الموقف لا تريد أن تكون ثلاثة عامة تقول هذا الحل النسخة للجميع لأنه لا يوجد ذلك لأنه لا تستثمر لأخط لأخط سوف نقوم بشيء ونقوم بشيء في قهوة لا يوجد أي شيء يجب أن نقوم بشيء لا يوجد الكريم لا يوجد وضعية تشكر الله لأنني أنت حرخي لا تريد أن تفعل شيء هذا في روحك أنت لديك واجبات توجيه النسخة المستقبلية منك لا تغرق لأنك توجيه النسخة أو لديك أنيرجية وتشعر أنك مزال لديك برشة وقت لتعيش لا تغرق هذا تحمل مسؤوليتك توجيه نسخة المستقبلية لكي تأتي الروترات تأتي الروترات لديك ثلاثة أربعة خمسة عشرة عشرين مليار نجل تعمل بهم اللي تحب عليها تعيش متفرهد فهمتني لا تسحق كل شهر تشد القشيف في البوستر كما ذلك الذين يصبوا لهم في الروترات وفي الماندات أعصب عليكم الماندات لدي ثلاثة مليارات في الكونترات نشر هذه البوستر ونسكرها لكي أحب فهمت فهلا يا شباب كما قلت لكم لا يهم الوقت يهم الوقت في الماركت لذلك قد لا تبدأ بكري قد لا يكون النتائج أحسن بلف مرة أعمل وطلع الدولار أعمل وطلع المستقبل تحمل مسؤوليتك توجاه مستقبلك وأبدأ طوى وشكرا على حدث متابعة استماع وإلى اللقاء